أب والأم يفهموا يعني إيه أهمية التنشئة عشان يقدر الإبن بشكل أو بآخر أنه يظهر بصورة نجحة ويبقى ليه إنجازات والتاريخ يذكره بشكل إيجابي يعني هنا دكتور رفض حضرتك بتركز على دور الأسرة في عملية النجاح وعملية الإنجاز دي البداية الحقيقية لأي حد عايز ينجح لازم يكون أعيش في هذه الأجواء اللي هي بتأهله فيما بعد أنه يكون شخص مميز شخص ناجح الست رؤساء اللي موجودين في الصورة دلوقتي يا عشام كلهم كان أحد الأسباب الأساسية لوصولهم للحكم ونجحهم وتركوهم بصمة عظيمة في التاريخ هو التنشئة الأساسية ليهم احنا دائما بنقول كده معلومة أنه 70% من شخصية الطفل بتتكون في أول 6 سنين من عمره وعايز أخذ النقطة دي هشام وادخل على الشخصية يمكن عندنا صورة بتكلم على شخصية الرئيس السيسي وإزاي هو تأثر بناس معينة في التاريخ وإزاي الشخصية بتاعته كانت مزيج من شخصيات لرؤساء آخرين يعني ناخد مثال لطيف جدا رئيس السيسي بنقول عليه دايما أنه هو شخص محب للناس أو شخص بيهتم بالناس من أعظم رؤساء أمريكا كان عنده هذه النقطة؟ هاري ترومان حتى فيه كتاب مكتوب عليه مكتوب عليه من الناس رجل الناس فدي ده أحد الأشخاص الشخص الثاني اللي احنا شايفين برضو فيه صفات في شخصية الرئيس السيسي منه هو الرئيس الأمريكي نيكسون أنا شايفين رئيس السيسي أخذ من نيكسون أو يعني شخصيته فيها تشابه مع نيكسون في الحكمة في المعرفة السياسية فحاجة مهمة جدا نجح فيها الرئيس السيسي وكان ناجح فيها نيكسون اللي هي العلاقات الخارجية لأنه مصر طبعا لما رئيس السيسي مسك الحكم كان فيه علاقات مضطربة بينها وبين دول كتيرة نجح رئيس السيسي فيه أنه يعني يحسن هذه العلاقات ترجمة نانسي قنقر